السلاح موجود والتحضيرات اكتملت والجميع متأهب حتى أن أصوات الرصاص بدأت تعلو في سماء المنطقة فلقد بدأ موسم الصيد فرغم أن المراسم التطبيقية لتشريع الصيد في لبنان لم تقر حتى اليوم إلا أن هذا الواقع لم يلجم محبي الصيد عن ممارسة هوايتهم منتصف ليلشتورة لا يختلف عن نهارها فالجميع يقصدها من مختلف المناطق الساحلية للتزوض بالخرتوش وبنادق الصيد في رحلتهم البقاعية حتى أن أصحاب محال الألبان والأجبان يفتحون أبواب رزقهم في هذا الموسم الذي ينعيش بشكل كبير الدورة الاقتصادية في المدينة من بيروت طالعين على الصيد لأنه لا يوجد خلقنا وهذه أحسن وسيلة للشعب اللبناني لا يوجد خلقوا فيها هذا الشيء بريحة نفسية تنسى همك ضروري الصيد لأنه عندك 365 يوم عذاب في هالموسم نتمنى على الدولة أنه تخلينا نتصيد وتفتحنا مجال للصيد على أول موسم على طرعين الأول المناسيم التطبيقية صار لعشر سنين ولم تصدر ما في أي تبرير أنوني بهالمعنى هذا الأنون صدر بال2004 ولا زال قابع في الجوارير إذن وعلى الرغم من أن صيد الطيور ما زال غير قانوني إلا أن الموسم واعد هذه السنة وبإقبال كثيف فمتى ستتدخل الدولة لتنظيمه حتى لا تقع الطيور بمختلف أنواعها فرسة الجهل لدورها في النظام البيئي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر